السلام عليكم مرحبا بيكم في فيديو جديد دونك غادي ندرو الدرس ديال التامات والمحواري بالنسبة الكتاب المفيد فالريادية بالنسبة التانية إعدادة غادي ندرو صفحة 32 أو 33 غادي نبدأ بسيمتريك دام point مماثلة نقطة إذن لديفنية سعيدة تاريف لسيمتريك دام point M par rapport أين دواد دلتا وليس المترجم تلك دلتا إلا مدياترس دو سيغمون مم إذن مماثلة النقطة M بالنسبة للمستقيم دلتا هي النقطة M بحيت أن دلتا يكونوا واسطة القطعة Mم إذن واسطة القطعة هو المستقيم المار من منتصف القطعة M مم ويكون عمودي عليها دونك غادي نرسمو مستقيم دلتا وغادي ندرو واحد النقطة M خارج المستقيم دلتا وغادي نرسمو مماثلة M بالنسبة لدلتا قلنا غادي نرسمو مستقيم دلتا وغادي نرسمو M خارج المستقيم دلتا دابا غادي نشؤو M بحيت يكون دلتا هو واسطة القطعة M مم إذن باش نرسمو المماثلة نخصنا الرسمو العمودي على دلتا ويمر لي من نقطة M دابا غادي نعبر من من هنا حتى M دونك هادي هي M بريم إذن كنقولو أن نقطة M بريم مماثلة M بالنسبة للمستقيم دلتا دونك واسطة القطعة M M' هو المستقيم الذي يمر من منتصفها وعا مودي على القطعة دونك ناكي نوحة لرمارك سي M مماثلة دلتا 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 إلا كانت ادنا M كنتمينا المستقيم دلتا فإنا M هي مماثلة نقطة M بالنسبة لدلتا ما يعنيونا بهذا؟ إلا كانت د مستقيم M تنتمي إلى دلتا لدينا واحد المستقيم دلتا ولكن M ليس خارج المستقيم دلتا M راحا كانت تنتمي يعني كانت في المستقيم دلتا قالونا بللي أن ملاصم والمماثلة دلتا إذن كنلاحظو بأن المماثلة ديال M راهي نفسها إذن مماثلة نقطة بالنسبة لواحد المستقيم كتنتامي له إذن راهي نفسها مماثلة نقطة بالنسبة للمستقيم تنتامي إليه هي النقطة نفسها إذن M إلو سيمتريك دي M بارابور دلتا هذه في حالة كانت عندنا M كتنتامي للمستقيم دلتا يعني M ماشي خارج المستقيم دلتا المرة هو السيمتريك ديون دلتا يعني دبع مماثلة نقطة twisting لدينا دلتا ودلتا ود left للمستقيم لو سيمتريك دي دلتا يعني مماثلة نقطة دلتا بالنسبة للمستقيم دلتا برق هذا الذهب إذن مماثلة نقطة د �لتا إذن مماثلة نقطة د بالنسبة للمستقيم دلتا هو لضروا Dp وings تل ك إلا كن عندنا D إلا كن عندنا DomasilStep دلتا. سي دي كوب دلتا او ان بوان ام. إلا كان دي كي قتعلنا دلتا فو حد النقطة ام. إلا كان دي كوب دلتا او ام. يعني تات دي كوب دلتا او ام. دلتا جدنا دي كي وزننا دلتا. يعني دي كان دي بريم. ايضا دي بريم غادي يكون موازية كدلك. دبا غادي نشوف قاعدة تانية. سي دي كوب دلتا يَا نَوْقَدْرَ يَا نَوْقَدْهُ الْعَيْلَى الل واحدة بَقَدْهُ الْمَدْهُ مِنَجِينَ دَلْتَ مَ جَوْحَهُ مَحَسْيَاتَ اَنًيَا si A' B' C' sont respectivement les symétriques des points alinés A, B, C par rapport à une droite. Donc, إذا qu'on te dit A' B' C' على التوالي هما مماثلات نقاط مستقيمية A, B, C بالنسبة للمستقيم delta. إذن A' B' C' sont des points alinés. إذن A' B' C' S'. هما أيضا هما يكونون نقاط مستقيمية. إذن هما نرى الشكل المستقيم delta وعدنا النقاط A' C' نقاط خارج المستقيم delta. إذن هما هما نرسم المماثلات بالنسبة المستقيم delta. وما ننسو بالله أن A' B' C' هما نقاط مستقيمية. إذن من غاد يرسمون الموما تيلات بالنسبة للدلتا إدن غالغو بلي أنا A' موما تيلات A بالنسبة للدلتا B' موما تيلات B بالنسبة للدلتا و C' موما تيلات C بالنسبة للدلتا إدن أدنا A و B c نقاط مستقيمية إدن تا A' B' C' غاد يكونو نقاط مستقيمية إدن كن غولو بلي أنا la syمتري axial conserve l'alignement de point إدن التاماتل المحواري يحافظو على استقاميات النقاط داباغ دي نشوفو سيمتريك دان سيجمو موما تيلات قطع إدن خاصي كتجونا لسيمتريك دان سيجمو إتن سيجمو دممم لانگر يعني موما تيلات قطع هي قطع عندها نفس لانگر نفس طول إدن يعني تماثل المحواري يحافظ على قيز المسافات إدن عدنا الرسمو مستقيم دلتا هنا رسمو هذه الرسمو مستقيم دلتا وهذه الرسمو قطعة AB وهذه الرسمو المماثلة ديالا هي قطعة AB غير الرسمو المماثلة ديالا بالنسبة للدلتا إدن لابغينا الرسمو المماثلة دونك غادي نرسمو العامودي 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 على المستقيم ديلتا يمر ليه مدى النقطة A سوف نتوغل كذلك الرسم العامودي على ديلتا اللي مر ليه مدى النقطة B وده بغا دين عبر من هنا حتى لأه يجي عاوتين هنا هاد النقطان عبر اللبه دونك هدي أَفْرِيم و هدي بِرِيم دونك هدي لما سفارة كتسا فيه الهدن المسافة لكي تساويات هادي هي القطع A'B إذن لسيمترق دان سيغمان إذن سيغمان دممم لانغور دونك آ برقات ساوين آه برقات ساوين آه برقات ساوين كنغولو بللي أن تاماتو المحواري يحافظ على قياز المسافات ساوين نسف مستقيم المسافات حصلنا السيمترق دون دومي دروات والدومي دروات يعني نسف مستقيم هو نسف مستقيم إذن رسمت المستقيم دلتا ورسمت المستقيم A بالمحدود من الطرف A وغير من الطرف اذا سنرسم العمودي على المستقيم دلتا لغاية مرلية من ا هو المستقيم العمودي. كذلك قد رسم المستقيم العمودي على دلتا اللي غاية مرلية من بي اذا سنرسم العمودي من هذه النقطة اذا سنرسم العمودي ممثلة ا بالنسبة مستقيم دلتا سنرسم العمودي من هذه النقطة احتل بي انا برو اذا سنرسم العمودي اذا سنرسم العمودي اذا سنرسم العمودي ممتل نصف مستقيم عبببب بنسبة لدلتا هو نصف مستقيم عبب اذا ممتل نصف مستقيم هو نصف مستقيم symétrique d'un angle propriété 5 le symétrique d'un angle est un angle de même mesure المماثلة زاوية هي زاوية عندها نفس القياس la symétrie axiale تماثول المحوري conserve les mesures يحافظ على قياس زاوية اذا عندي زاوية بغينا نرسم المماثلة ديالها بالنسبة المستقيم دلتا اذا دائما سنرسم سنرسم العمودي على المستقيم دلتا يمر ليه من A وغدين نرسم كذلك العمودي على المستقيم دلتا ويمر ليه من B نرسم نرسم هنرسم نرسم 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 المستقيم دلتا ويمر ليه سنعبر من هاد النقطة هادي لأ سنعبر من هاد النقطة هادي لب سنعبر من هاد النقطة لسي سنعبر من هاد النقطة هاد زاوية سي بريم عبريم بي بريم يا زاوية سي عبري ووالا اذا تماثول المحوري يحافظ على قياس الزوايا لذا سيمتريك دا سي بريم يعني مماثلة دايرة لسيمتريك دا سي بريم ايدا المماثلة دايرة هي دايرة عندها نفس شعر لسنتر دا سي بريم يعني مارا كيز ديل هاد جوج ديل دايرة هو مارا هم تماثلين دائرة سي اللي المركز ديالها هو او ورسمنا المستقيم دلتا. اذا غا رسمو سي بخيم دائرة سي بخيم مماثلات سي بالنسبة للمستقيم دلتا. اذا اولا نخصنا رسمو العمودي. المستقيم عمودي على الدلتا اللي غا يمر ليمن او. وغانا رسمو العمودي. فالا دي نقطع. دون قادي نعبره من هنا حتى ال او. دون قادي نقطع. اتكون او بخيم. وغانا احتفظو بنفس الشوع يعني نفس الشوع ديال الدائرة سي. احتفظو بنفس العبار ديال الشوع. وغا دي نجيو اللي هنا لان دول مركز او بخيم. وغا نرسمو الدائرة. مصلح ليش. بعد نزيد شوية لعنا. وannon دون قادي هي دائرة سي بخيم. دون قادي ن Sakima. بالنسبة للمستقيم دلتا إذن لسيمتريك دهن سركل إذن سركل دهنم رايو يعني عندهم نفس شع لسنتر دهن سي سركل سان سيمتريك يعني لسنترهم متماثلي نشوفو أقس دهن سيمتري دهن فجور إذيال يعني محاور تماثول بالنسبة لهات الأشكال هادو عدنا تريونج إيزوسيل هو متلت متساوي الساقين متلت متساوي الساقين أن تريونج إيزوسيل أقس دهن سيمتري بالنسبة للمتلت متساوي الساقين عنده محاور تماثول واحد عدنا مطلت هكا غايكون متساوي الساقين مثلا في أ إذن عنده محاور تماثول واحد ست أقس دهن سيمتري بس بارلسومي بخانسيبال يعني كي مرلينا من الرأس يعني كي مرلينا من الرأس تريونج إيكيلاتيغال يعني متلت متساوي الأدلع أن تريونج إيكيلاتيغال أتخوا أقس ده سيمتري عنده ثلاثة ديال لذ أقس ده سيمتري عنده ثلاثة ديال محاور تماثول هو الأول، الثاني، والثالث بالنسبة للوزنج المعيين اللوزنج أده أقس ده سيمتري عنده جوج ديال المحاور تماثول اللي هما سي دياجونال اللي هما الأقطار دياله القطر صغير والقطر الكابير لغيطانجل، المستطيل أغيطانجل أده أقس ديال سيمتري عنده جوج ديال لزاكس عنده جوج ديال المحاور ديال تماثول اللي ميدياتيغال ديكوتة أوبوزة اللي هو الميدياتيغال لواصد ديال القطر عنده جوج ديال المحاور تماثول هاللول، وهالثاني الكاغي أن كاغي أكاتر أقس ديال سيمتري عنده ربعه ديال لزاكس ديال سيمتري ربعه ديال المحاور تماثول اللي هما سي دياجونال يعني الأقطار ولميدياتيغال ديكوتة ولواسط فالهاللول هالثاني وهالثالث وهالرابع يعني عنده أربع بالنسبة للتخيونجل إيزوسيل عنده محور واحد تماثول بالنسبة للتخيونجل إيكيلاتيغال عنده ثلاثة بالنسبة للوزنج عنده جوج بالنسبة للغيكتانجل عنده جوج وبالنسبة للكاغي عنده أربع هادو خسكم تفضوهم ووالا هادو هو الدرس ديال السيمتري أكسيال دوك غادي نديرو التمارين ديالو في الصفحة 36 و 37 في الحيصة الجاية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر